سمعنا في عام 2006 أن هناك من سيفرض القانون والنتيجة لم يطبق القانون على أحد بل طبقت الحكومة آنذاك خطة لتقوية الفساد على حساب خزينة الدولة حتى استمر الوضع على ما هو عليه التصريح بالقانون ودولة القانون ولا فعل على أرض الواقع دأبت الحكومة آنذاك على رعاية الفساد وإنشاء دولة أموال عميقة تمتص خيرات البلاد اشترك فيها أغلب السياسيين من كل الأطياف فالأموال تجمعهم ولا تفريقهم الشعب كان مجغولا بالطائفية وأزمات الوقود والكهرباء التي تفتعلها نفس الجهات للاستمرار في السرقة تقدمت الأيام وتغيرت الحكومات وكل حكومة تصرح بمكافحة الفساد في الإعلام ولم نسمع وقتها بمعتقل من أرباب الفساد حتى إن الشعب بات يتحسس من كلمة الإصلاح لمعرفته بفراغ محتواها 17 عاما حتى جاء للسلطة من يطبق أفعاله على أرض الواقع 30 فسدا المعلن عنهم إعلاميا بينهم امتلق أحكاما قضائية من عظماء أفاة الفساد هؤلاء حيز حصاد لجنة واحدة من لجان الحكومة كيف لا وأبو الغيف ينفذ الأوامر التي يرسمها رئيس الحكومة التي أطاحت بهم بطريقة ترضي كل الوطنيين فالفرق بين حكومة الكاظمي ومن سابقه أنه جعل صوت القضاء هو المسموع ومنحت جهات التنفيذية صلاحيتها دون خطوط حمراء سوى القانون الكاظمي بخطة محكمة نفذ خطوات كبيرة وكسر حجز الخوف الذي سيطر على الجهة التنفيذية فمن كان يتوقع أن يجيء اليوم الذي يطيح بالكربولي وعوانه من المقاولين